انا معي له استاذ المحامي خلاف فيومي مدير مركز الشهابي استاذ خلاف ما سأل خير يا فاندم استاذ خلاف اه يعني اه خليني اقولك دايما الناس تطلع بعض الناس يعني اللي عايزة تشتري دماغة تقولك هو انت اه استاذ محمد مبزهاش كل يوم تتكلم على الاخبار الوحشة وحشة وحشة عندي سؤال لحظتك في نفس الاتجاه ده ليه الهيومي رايتس مصرة على ادانة النظام زي السيسي ومع ذلك لا تلقى هذه الادانات اي استجابة دولية لا انا بكالم ايجابية في العالم يعني يعني لماذا لا يأخذ العالم والمنظمات الازل الحكومات والنظم الدولية هذه تحذيرات بتاعت هيومي رايتس ضد السيسي تاخدها محمل جد وتاخد فيها خطوات يعني قالوا ما زالوا العلم له له واخرى محمد حضرت ادرى مني بها ما زالت فيها التي تحكم وتتحكم ما زالت رغص المصالح يعني تعالى على القامة الانسانية والقامة الاخلاقية ومعايير حقوق الانسان للاسف العالم يعني ينظر الى الدول الشرق الاوسط بمعيارين يتيل فيها بمثالين يتعامل مع المعيارة اخر غير المعيارة الذي يتعامل به في ديال اوروبا هذا امر واضح جدا يعني ثلاثة ازمة جيني رجيني يعني ما نزل تاريخا في هذا الطبق يعني هاته الاتحاد الاوروبي هاته البرلمانة الاوروبي واثدر صوصوات وادان النظام المصري وقالة بمحاكمة النظام المصري حينما تعلق العام بصحر البشرة ده جيني رجيني يعني هاته التاريخ عن كاركة الانسانية كانت مع كل استراتيين في مصر على اختلاف دربات الانتمائية وعلى اختلاف سعينهم السياسي يعني هاته كان الانسانية من القتلى حتى القتلى حتى القتلى على البنات والأطفال والتعاصلين كل هذا مزان المجتمع الغربية هد الضرب من اجل حفل الضلارات من اجل مصارح تياتية من اجل يعني نظر نظرية ضيقة ان هذا نظام يمثل له ادانا بدلا من نظام اخت اي المكان الثبت لازال الغرب يكيد بمكيالهم ومثال الغرب لا يحترم الاعلان الاعلام الذي ولد في ارضه وولد بقرار منه وولد بوثهنه منه لازاله لا يحترم العهد الدولة الذي انت حوله لازاله لا يحترم القيام والمبادئ التي يعني اطرع رقت ونمت وولدت يعني لبين وهذه لازم اغنطي عن الغرب يكيد بمكيالهم طيب ما هو ما هي يعني تعليق او ما هو تعليقك على اه اصدارته المنظمة النهاردة من بيان يا فن محمد النظام المصري لم يتوقف عن هذه الانتعادات يعني على الاطلاق لان هذه الصلاة الوحيد وهذه طريقته هذه المنظمة تقوم بدور محنوب تقوم بدور واضح تحتاج قدرها من الزام من ثلاثة سابع حتى الان تقارير مؤتقة يعني اصدارات امارات فتش وعدت من المنظمات ترصد حالة حقوق الانتعادة تتحدث عدد ولكن نتقى العقلية العسكرية التي تحكم والعقلية التي تستيطب على مصر لا تجد الا العطة الغريجة حتى ان الانجاز الاخظم في تاريخ عبدالفتاح تيس من ثلاثة سابع على اعتبار انه كان الحرق من ثلاثة الولى للنظام الانجاز الوحيد الذي ظهر على الام الناس هو من تمويل وبناء تلاثة عشرين سجن داخل مصر هل يعني استطاع عبدالفتاح تيسل ان يقدم لوطن 23 مصر 23 مصر 23 مصر 23 مصر 23 مصر 23 مصر لتقوم بعمل مشروعات داخل مصر يعني كل الامور الاخرى التي يعتم بها السياسة ويعتم بها المدني ويعتم بها الرجل العزي الذي تفع على ادارة الدولة لن تخطر على بقى السياسة انما كانت قضياته الاساسية يعني كان عدد من قائم سياسة اجتمع ثم بعد ذلك بنأسدون لتتشع كل المعارضين ترى في الفترة الحالية والفترة القادمة أستاذ خلق بيوم المحامي بشكر حضرتك جدا يا فنديم ترجمة نانسي قنقر